اشتركوا في القناة صلى الله عليه وآله ذات مرة كان نائما على حصير وخده على وسادة حصير من سعف ووسادة من ليف وكانت خشونة الحصير أثرت على جسم رسول الله وخشونة الوسادة أثرت على خده الكريم الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم يروي القصة فدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله رجل وأشفق لما رأى من آثار خشونة الحصير على جسم رسول الله وخشونة الليف في الوسادة على خد رسول الله صلى الله عليه وآله وقال وقال يا رسول الله الملوك ينامون على الديباج والاستبرق وأنت أشرف الأولين والآخرين هالشكلتنا فقال له النبي صلى الله عليه وآله وهو أسوة لنا جميعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال له النبي صلى الله عليه وآله مالي وللدنيا مثل الدنيا مثل شخص مسافر في الطريق مرهق متعب من السفر وصل إلى شجرة لها ظل يحمي عن حرارة الشمس فنزل أخذ راحت شوية تحت هذا الظل من حرارة الشمس فلما مال الظل الرجل هم قام الظل شقد يدوم شجرة لها ظل الظل يدوم نص ساعة ساعة أكثر أقل فلما مال الظل الشمس الدور فالظل هم يدور على اتجاه معاكس للشمس فلما مال الظل أشعة الشمس أشرقت عليه وقام وراح هذا مثل الدنيا هذا المثال للكل رسول الله صلى الله عليه وعليه ذكره حتى نسل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة